بحضتك صباح خير صباح النور وكابتن محمد أحمد مدرب كرة قرام أهلا بسهلا ومعايا كابتن صغيرين بقايا وهمين قوي الحياة لأنه دول اللي بنشوف فيهم مستقبل الكرة إن شاء الله محمود محمد أهلا بيك محمود وكابتن محمد أكرم أهلا بسهلا عايزة أبتدي معاك كابتن سعيد وعايزة أتكلم على أهمية البطولة دي وأهمية تنظيمها على أرض مصر أولا فكرة استضافتنا لها وإزاي ممكن ده ينعكس على سورة مصر في الخارج بسم الله الرحمن الرحيم يمكن في البداية عايزة أقول أن تنظيم البطولة يمكن ما كانش طبعا ما يكونش عن حسابنا من الأول كانت البطولة على بلد تانية ولكن الظروف سانحة أن البطولة تنظم على أرض جمهورة مصر العربية إحنا الحمد لله مش أغراب على تنظيم أي بطولة إحنا نظمنا قبل كده أكثر من بطولة ونجحنا بشكل كبير جدا في التنظيم وكان على أعلى مستوى أخيرها بطولة 2006 لفاس بها منتخب مصر مع كابتن حسن شحاتة أعتقد أن دي فرصة كبيرة جدا أكبر مكسب من البطولة إن شاء الله وعودة الجماهير للمبارات يعني لدولة المصر بعد كتا لو قدرنا أن إحنا إن شاء الله بإذننا الأمور تمشي بشكل كويس زي ما حصل في مبارات الزمالك في نهاية الكونفادرالية كان اللي استاد في حوالي ما يقرب من 80 أو 100 ألف الأمور مشت بشكل كويس جدا الجمهور كان في منتقى الالتزام والتحضر إن شاء الله بإذننا البطولة دي أنا باعتبارها عودة الروح للملاعب المصرية مرة أخرى إن أكبر مكسب أن إحنا ممكن بعد كده إن شاء الله هنشوف الجماهير بإعداد غفيرة مش يبقى فيه إعداد معينة بقى أن إنت بتتكلم في 2005 وكام ده خلاص الأمور هتبقى ماشي ترجع تاني تعود الأمور يعني أو المياه إلى مجارية زي ما بيقولوا فهتبقى دي بالنسبة لنا أكبر مكسب من البطولة تخوف من دخول الجماهير في المباريات وبعد أحداث مبارات النادي المصري والنادي الأهلي في ستاد بورسعيد والناس طبعا اللي ماتت في الملعب فحصل بعد كده توقف لمسابقة الدوري وبعد كده منعوا الجماهير خالص بعد كده الأمور ببتدت تزداد تدريجيا لكن برضو ما وصلتش للشكل المطلوب فكل ده فيه تخوف أعتقد بتنظيم البطولة ودخول الألاف الملاعب سواء في السويس أو في سماعلي أو في القاهرة اللي هي المحافظات اللي في السطر في البطولة أعتقد هيفرق معنا بشكل كبير جدا وهيدي الثقة للأمن كمان المصري إنه يقدر إن شاء الله ينظم يعني يا أصد إنه رأي حضرتك ده إنه ناتج عن حضرتك شايف إنه فيه استعدادات جيدة إنه فيه تنظيم جيد إنه فيه تأمين جيد يعني كان قصدي إنه ليه حضرتك شايف إنه ده هتكون فرصة لعودة الجماهير مرتين نتيجة لوجود هذه العوامل أكيد طبعا إنه فيه شكل الدولة مستعدة على قدم وصاق ووزارة الشعاب ورياضة الوزير الدكتور أشرف صبحي فيه الساعدات قوية جدا وفيه تنظيم على الأعلى مستوى كمان فيه تنظيم أمني مكسف لجميع المنتخبات حتى في الفنادق المقامين بيها الملعب هيتم تأمينها بشكل كامل هيتم تأمين المنتخب منذ خروجه للفندق حتى دخوله الملعب حتى عودته للفندق مرة أخرى كمان في الجولات الطرفهاية بقى فيه كمان فيه حراسة أمنية مشددة يعني إن شاء الله نجاح أي بلد مشهول أي بطولة هو الأمن والأمان إحنا إن شاء الله مستعدين بشكل جيد جدا أمنيا حتى لأن الحمد للأمور على ما يرامل البطولة هتنطلق غدا بحفل الفتاح ثم ببراط مصر وزمبابوي إن شاء الله أنا شايف إن الأمور ماشى بشكل كويس جدا 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 الحمد لله الملعب كمان مستعدة على أكمل وجه كل الاستاذات يعني زي ما بقولوا ما فيش أي مشكلة خالص الحمد لله وجهت أي استاذة أو إن حصل شكوى أو أي حاجة كل الأمور كمان المنظر جميل حيا لما بيجيبوا لقطات طبعا الملاعب الاستاذات حاجة جميلة جدا هتبقى أجمل بقى بشكل الجمهير في المدربات في الملاعب بخروج المباراة بشكل آمن بشكل كويس من غير أي مشاكل كمان الدخول عاملين نظام تذكارتي ده نظام كويس جدا مفيش واحد بيدخل غير بالتذكارة بتاعته فقاش بقى كان واحد ياخد التذكارة ويبيعها ويديها لحد تاني يعني أنا شايف إن بصراحة في الوقت القليل اللي إحنا تم إسناد تنظيم البطولة لمصر في الوقت ده كم في يناير بتاعتني تقريبا أف يبقى أربع خمس ست سور يعني بس الوزير قال لك يمكن كان فيه جمعة خمس جمعة يعني بتتكلم في أربع شهور بس كشغل عشان أجازات الأعيات فأعتقد أن يعني نشكر طبعا أستاذ الوزير دكتور أشرف صبح بنشكر للدولة كلها بمسؤولية طبعا في خمط الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعته الاستاذات وراح استاذ اسماعيلية واستاذ القاهرة حاجة جميلة جدا بنشكره بنشكر طبعا استاذ رئيس وزراء على اهتمامه وتكليفه وتكلفاته لأستاذ الوزير دكتور أشرف صبحي أن فيه اهتمام قوى جدا إن شاء الله أنا واسخ بإذن الله أن البطولة هتنجح بشكل كبير جدا تنظيميا إن شاء الله لكن إحنا نتمنى بقى إن شاء الله وإن شاف أنها فيها صعوبة شوية إن المنتخب مصري يكملها بقى ويفوز بالبطولة الأم الأفريقية إن شاء الله ليه شايف فيها صعوبة لا أنا شايف أن نمتفقلين يعني وجود محمد صلاح كمان يعني بيخلين عندنا روح معنوي عليك أنا شايف أن وجود محمد صلاح يفرق معنا بشكل كبير جدا لإن أنا شايف أن المنتخب هو طبعا كان فيه منتخبات البطولات الفتت كانوا أقوى من المنتخب ده لكن شايف أن وجود محمد صلاح مع عامل الملعب والجمهور ونقدر نستفاد بيه بشكل كويس جدا كمصريين إن شاء الله ربنا يوفعنا بإذن الله ونقدر هي صعبة ولكن ليست مستحيلة إن شاء الله منتخب مصر يتمنى ويكمل بقى الشكل الحضاري والشكل الجميل ده والتنظيم الرائع ويفوز بالبطولة بإذن الله إن شاء الله طيب كابتن محمد قولي شايف إزاي الاستعدادات يعني أكيد شفت كان في لقطات كتير بتيجي لشكل الملعب مسألة تذكرتي التأمين يعني شايف إزاي الاستعدادات من وجهة نظرك كمدرب كورة استعداداتنا بصراحة يعني في الفترة قصيرة ديا استكمالاً لكلام كنت نسعيد طبعاً الفترة القصيرة اللي إحنا تسندت لنا تنظيم البطولة استعداداتنا بصراحة هائلة يعني بجد أنا فخور بفعلاً بزارة الشباب بقى التحاد كورة يعني كل المسؤولين عن الرياضة في مصر ليه لأن في فترة قولية دي إن إحنا نعمل الكلام ده نخلي استاد القاهرة يبقى حاجة كده لوحة فنية استاد إسماعيلية استاد بورسعيد استاد إسكندرية الحاجات دي كلها كانت وصلت لمرحلة إنها بقت مهجورة لعدم اللعب الأهلي والزمالك مثلاً على استاد القاهرة واللعب على برج العرب على طول لعدم لعب الإسماعيلي في إسماعيلية لعدم لعب المصر في بورسعيد الاستادات دي إحنا حسنا إنها بقت مهجورة كون إنها رجعت لها الحياة تاني وترجع بالجمال ده والصور اللي إحنا شفناها دي لأ بجد إحنا نجحنا في الجزء الأولاني نتمنى ربنا يكمل لنا في الجزء التاني في البطولة مع إن برضو استكمالها اللي كانت نسعيد البطولة صعبة وصعبة جداً في منتخبات قوية جداً 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 وفي منتخبات المفروض إنها بيقولوا لسه بتعد أجيال زي منتخب كودفور زي منتخب الكاميرون مع العلم إن اللعيبة اللي موجودة في القوام بتاع المنتخب ده أو المنتخب ده لعيبة جامدة جداً زي مثلاً على سبيل المثال لعيب اسمه بيبي في منتخب كودفور ده جايب حوالي 22 جول في الدور الفرنسي وعنده 21-22 سنة لعيب جامد جداً فيه لعيبة كتير منتخب السنغال ده حاجة كده رهيبة في جد منتخب المتجه في المطشين اللي قبل البطولة لعيب مطشين والديين اتغلب المطشين 3-2 لأ وهم أكسامه من حقيقة بتساعد برضو يعني الطول والعرض ده بساعد برضو منتخب المغرب من المنتخبات المرشحة منتخب تونس منتخب الجزائر اللي المفروض الناس كلها ما بتتكلمش عنه منتخب الجزائر راجع بكوة مع جمال بالماضي مندرب محترم فالبطولة هيقابلنا فيها صعوبات ليه؟ لإن فيه منتخبات قوية فيه منتخبات إحنا ما نذكرهاش على إن هي منتخبات فيه منتخبات قوية كرة في أفريقيا دلوقتي اتغيرت مفيش كبير ومفيش زغير اكتهت في الملعب ربنا يكرمك ويوفقك متكتهتش متتعبش مفيش توفيق فالبطولة تبقى صعبة شايف إنه يعني بما إنه حضرتك بتدرب في كرة القدم شايف إنه الأجيال الجديدة فيها يعني إحنا برضو بنستعد بجيل جديد للمسابقات القادمة أو المباريات القادمة فإن شاء الله إحنا عندنا نواية للعيبة جندة كتير جدا بس للأسف ما بيبقاش فيه اهتمام دي المشكلة اللي بتقابلنا كمدربين عدم وجود الاهتمام لو فيه اهتمام في المنظومة الرياضية بكطاعات الناشئين على مستوى الأندية بصراعة مفيش كاس عالم مش هندخله مفيش بطولة أفريقيا ناشئين والشباب مش هننفس عليها مفيش دورة أولمبيا مش هندخلها بس يبقى فيه اهتمام بكطاعات الناشئين بجد لإن فيه إهمال في الحتة دي بالتحديد فيه إهمال إحنا عندنا لعيبة يعني تكسر الدنيا وبدليل محمد صلاح محمد صلاح دلوقتي من أعظم لعدة العالم في الوقت الحاضر من أفضل عشر لعيب على مستوى العالم تعب اجتهد اشتغل على نفسه نجح عندنا نواة لمية محمد صلاح بس فين اللي ساعد أهم حاجة الاهتمام والمساعدة تمام خليني أسأل بقى للشباب الصغار ان معنا ده محمود انت بتلعب كرة بقى لك إيه بقى ليه عشر سنين عشر سنين لين انت عندك كم سنة عندي خمسة وشر يوم انت عندك خمس سنين بتلعب كرة بتتدرب كور تدريب بجد يعني مش كده مش في الشارع لا 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 حاسس انه المجموعة اللي معاك وانت عندكم المهارات اللي تأهلكوا انكم تبقوا لعيبة بتشاركوا في مسابقات دولية في يوم الايام يعني انت خمسة عشر سنة ده ده سن ممكن يعني سنتين تلاتة ولا حاجة ممكن تبقى بتشارك في فرق كبيرة اكيد طبعا كلنا يعني لعيبة كويسة وكده يعني المفروض نتعب ونكتهد عشان نوصل لناب فريق اول وكده اكيد مش هنوصل من جر ما نكتهد يعني لازم نكتهد ونتعب عشان نوصل لكن انت شايف انه عندكم فيه ناس عندها المهارات دي عندها لعيبة كويسة وشطرة فيه لعبة كده 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 كويسة يعني مش عدد قليل فيه لعبة كده كده كويسة وانت يا محمد بتلعب بقى لك قد ايه من عشر سنين برضو عشر سنين بتلعب فريق معين او تبع نادي معين لا انا بدأت في اكاديمية الكابتر المباعسين وعدت فيها بتاع سنتين تلاتة كده وبعد كده روحت على الشرق لدخان لعبت هناك ثلاث سنين مع كابتر محمد علي جده وعد كده طلعت هو اسسني هناك بصراحة بعد كده روحت البنك الاهلي بقى لعبت مع سنتين مع كابتر عب صامد وكابتر كامبا وكابتر سلامة وصراحة كلهم تعبوا معايا هناك يعني واخيرا سنة اللي فاتت كان معايا كابتر صالح وكابتر حسين خليفة كابتر محمد سلامة وكابتر عصام اسماعيل بتتدرب ود ايه يعني طرف اليوقف في الاسبوع اسبوع يومين وماتش يوماتش الجمعة يومين؟ اه وماتش عندنا ماتش دوري بقى الجمعة مدة تدريب تبقى كم ساعة؟ تبقى ساعتين ساعتين ونص كده طيب اسمحولنا هنخرج فاصل وبعد كده هنرجع بقى مرة تانية ونتكلم بتفصيل اكتر عن البطولة والحقيقة عندي اسئلة برضو عن استعداد منتخبنا الوطني احنا يعني سمعنا نبذة كده عن انه مش قلقانين شوية من الفرع الكبيرة والقوية اللي موجودة معانا لكن احنا استعدادتنا عاملة زي بعد هذا الفصل